ترجمة نانسي قنقر أحكي عن فوائد فيتامين سي سيروم فيتامين سي هو أحد أشهر وأهم الفيتامين لأحدث الثورة في عالم الجمال في السنوات الأخيرة وذلك نظراً لفوائده الصحية والجمالية العديدة يكم دوره في إبطاء عملية إنتاج ميلانين في البشرة وهي المادة المسؤولة عن منح الجلد لونه الداكن أو الفاتح لا يقتصر الأمر على ذلك إذ أن هذا المكون هو بمثابت سلاح فعال ضد التجاعد والخطوط الرفيعة من هنا إن أردت فعلاً أن تستفيد من خصائص الفيتامين سي أو إن أردت فعلاً أن تستفيدي من خصائص فيتامين سي يجب أن تطبقي سيروم يحتوي عليه حتى تتمتعي ببشرة نظرة وشابة في الوقت ذاته أيضاً عليك أن تستخدميه في العمر المناسب وتطبقيه عليك أن تطبقيه بالطريقة الصحيحة حتى تحصل على منافعه من هنا سأتحدث عن فوائد فيتامين سي سيروم يعمل على ترطيب البشرة من العمق ومنع جفافها مع مرور الوقت يساعد على جعل البشرة نظرة ومتوهجة يعمل على توحيد لون البشرة وذلك من خلال إبطاء عملية إنتاج ميلانين وهي المادة المسؤولة عن منح الجلد لون نن داكناً يعزز الكولاجين في البشرة مما يخفف من حد التجاعد والخطوط الرفيعة يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس كالتصبغات والتجاعد يعني له دور في الفوتو ايجينج انتي اوكسيدان فوتو ايجينج متى يجب استخدام سيروم فيتامين سي طبعاً ابدأي في تطبيق سيروم فيتامين سي بعمر 30 سنة ممكن قبل بس لما تبدأ يصير في تغيرات بالبشرة وتغيرات بالأدمة وتغيرات بالجلد ويصير نقص في إنتاج الكولاجين فابدأي باستخدامه استطاعتك اللجوء إلى سيروم فيتامين سي ببداء من عمر 30 سنة مهما كان نوع بشرتك وذلك لحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التلوث والجذور الحرة كما أنه يساعد في ترطيب البشرة من العمق ومحاربة التجاعد المبكرة لكن طبعاً في حال استخدامته في عمر العشرين فلا بأس بذلك ضعي سيروم فيتامين سي على البشرة صباحاً طبعاً ليس هناك أي مشكلة في اللجوء إلى سيروم فيتامين سي في المساء لكنه من المفضل استخدامه كل يوم في الصباح لحصول على منافع كافة كما أن هذا المنتج مناسب تماماً لبشرتك عندما تريدين الخروج والتعارض لأشعة الشمس القوية فسيروم فيتامين سي سيحميها من كل الأضرار الناتجة عن العوامل البيئية عند تطبيقه صباحاً انتظري بعض الوقت قبل الخروج حتى تمتص بشرتك حتى تمتص بشرتك مكونات المنتج جيداً كيفية استخدام سيروم فيتامين سي طبعاً لازم تختاري الترتيب الصحيح لتطبيق سيروم فيتامين سي من المهم جداً أن ترتبعي الترتيب الصحيح عند تطبيق سيروم فيتامين سي لتحصلي على منافع كافة أغسلي وجهك أولاً طبيق التونر بعدها ضعي سيروم ثم كريم العينين بعدها لا تنسي أن ترتب بشرتك بكريم مرتب أو أن يتبعه كريم مواقي شمسي لحمايتها من أشعة الشمس طبعاً لازم لازم تبدأي باستخدام منتج يحتوي على تركيز خفيف من فيتامين سي من الضروري جداً اختيار التركيز المناسب لنوع بشرتك من سيروم فيتامين سي كما يجب أن تلجأي إلى منتج يحتوي على تركيز خفيف من سيروم فيتامين سي أي خمسة بالمئة مثلاً ثم زيادة النسبة تدريجياً وذلك بحسب قدرة بشرتك على التحمل إن كانت بشرتك حساسة أو جافة فاتجأي إلى المنتج الذي تكون فيه نسبة الفيتامين سي خمسة بالمئة إذ لا تسبب أي تهيج لوجهك أما إذا كانت بشرتك دهنية فباستطاعتك استخدام المستحتر الذي يحتوي على نسبة خمسة عشر إلى عشرين بالمئة إذ يمكن لبشرتك أن تتحمل هذا التركيز العالي طبعاً من المفضل استشارة أكيد لازم يكون باستشارة الطبيب الذي سيبدأ معك بتركيز خفيف سما يعمل على زيادة نسبة الفيتامين سي الموجود في السيروم وذلك وفقاً للمشكلة التي تعانين منها طبقي سيروم فيتامين سي على بشرة بشرة رطبة بعد غزل البشرة لا تقوم بتجفيفها بشكل نهائي بل تركيها رطبة بعدها طبقي سيروم فيتامين سي في حال أردت عدم اللجوء إلى التونر هذا الأمر يساعد في تعزيز دوران المياه في الخلايا فتصبح البشرة لينة أكثر ويخترق الفيتامين سي المسامات الداخلية طبعاً لا تكثري من تطبيق سيروم فيتامين سي تطبيق سيروم فيتامين سي على البشرة بمقدار حبة من الذرة عادة إذا كان يعني تقريباً إيتش هاف أوف دا فيس كل نصف من الوجه نقطة إذا كان جاي بشكل أطار احرصي على أن تكون أصابع اليد نظيفة قبل تطبيق هذا المنتج كي لا تنتقل بكتيريا بالتالي إلى بشرتك الأمر الذي يتسبب بظهور مشاكل مختلفة مثل حب الشباب وغيرها اختاري بعناية سيروم فيتامين سي مع المكون المناسب ممكن يكون فيتامين سي الحال وممكن يكون مع منتجات تاني صحيح أن سيروم فيتامين سي قد يعالج الجلد من أغلب المشاكل لكن اختياره مع المكون المناسب يزيد من فعاليته اكتشفي الثنائي المناسب لك سيروم فيتامين سي مع حمض الهيارورونيك وجود هذا الثنائي يساعد على محاربة أغلب علامات الشيخوخة مثل الخيوط الرفيعة للهالات السوداء التراهل وغيرها لكن تبهي على أن تكون نسبة سيروم فيتامين سي ما بين 5 إلى 15% تطبيق حمض الهيارورونيك بعد السيروم سيروم فيتامين سي ذات ريتينول تطبيق سيروم من هذا الفيتامين قبل وضع مستحتى الريتينول يمنح بشرتك حماية أقوى يحفز إنتاج الكولاجين وبذلك يساعد كريم ريتينول في تعزيز مهمته في إنتاج خلايا جديدة لكن حرصي على استخدام المنتجين في أوقات غير متقاربة ويجب أن تكون نسبة الفيتامين سي قليلة حتى لا تتهيج البشرة طبقي مثلا سيروم فيتامين سي في الصباح والريتينول في المساء سأتحدث عن سيروم ريتينول لاحقا سيروم فيتامين سي زاد نياسيناميد يساعد هذا التنائي في ترطيب البشرة من العمق إصلاح الخلايا البشرة وعلاج التجاعد من المهم جدا عند اختيار السيروم أن تكون نسبة الفيتامين سي قليلة حتى لا تتهيج البشرة وتفاعل سلبا مع منتج النياسيناميد هلأ مثل ما قلنا نحنى بالنسبة للفيتامين سي من قبل ما كان موجود كانت الدراسات قبل أكثر من عشرين سنة على أنه يعملوا منتجات من الفيتامين سي وكانوا عادة حتى لو جبت الفيتامين سي الفوار تحطوا بالماء وتطبقوا على البشرة كانوا هاي أول النصائح اللي كانت تطبق هلأ ذا أصار موجود بأشكال الكتيرة وهي كانت وقتها الأهمهم أو تركيزهم على أنه فيتامين سي لما بدك تحطوا ما يتأكسد مباشرة وهذا كانت الدراسات اللي صارت عليه إذن فيتامين سي هو من المنتجات اللي كتير مفيدة للبشرة اللي بنصحكم باستخدامها هاد كان الفيديو نعجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسي ترجمة نانسي قنقر